ينضم لنا الآن من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي حيدر أهلا بك معنا إذن ماذا في تفاصيل هذا الهجوم الردود الأفعال والتدعيات يعني هذا الهجوم أيضا يعتبر من الهجمات العبثية الجديدة التي تقضي على الهدنة التي كانت من المفترض أن تكون سارية مع التزام القوات الأمريكية والجانب العراقي بموعد الانسحاب المقرر وإعلان القوات الأمريكية انتهاء مهمتها القتالية في العراق وتحول مهمتها إلى مهمة الدعم والمشورة والتمكين وبالتالي جاء هذا الهجوم ليشكل واحد من الهجمات العبثية التي يبدو أنها لا تريد الاستقرار للعراق في المرحلة المقبلة الهجوم تم بصاروخين استهدفاء المنطقة الخضراء وعدد من الصواريخ الأخرى لم تنطلق بعد أن عثر على منصة الإطلاق الخسائر التي وقعت من جراء هذا الهجوم لم تكن سوى إصابات بسيارات لمدنيين سيارتين لمدنيين تضررت بالفعل خلال هذا الهجوم ولم تصب أي من السفارة الأمريكية أو المنشآت الحيوية داخل منطقة الخضراء بأي أضرار ولكن هذا الهجوم يعطي رسالة واضحة بأن بعض الفصائل المسلحة أو بعض السلاح المنفلت هو لا يمكن السيطرة عليه بسهولة حتى وأن انسحبت القوات الأمريكية وأنهت هذه القوات مهمتها القتالية في العراق شكرا لك مرسلنا حيدر الأسدي كان معنا من بغداد